اكثر من 12 الف طفل جندتهم ميليشيا الحوثي الارهابية منذ العام 2014 في عدد من المحافظات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021 حسب تقارير حقوقية وانسانية 7300 طفل من اجمال من جندتهم ميليشيا الحوثي ينتمون للفئة العمرية ما بين 15-17 عاما فيما جندت 4400 طفل من اليافعين في الفئة العمرية ما بين 12-14 عاما اضافة الى تجنيد 300 طفل ينتمون للفئة العمرية ما بين 8-11 عاما محافظة عمران كانت اكثر المحافظات عددا في ضحايا تجنيد الميليشيا للاطفال حيث سجل فيها تجنيد 1900 طفل مجند تلتها محافظة ذمار بعدد 1800 طفل مجند ومثل ذلك في محافظة صنعاء فيما جندت ميليشيا الحوثي في تعز 1200 طفل ثم صعد ب1100 طفل وامانة العصمة بعدد 1000 طفل فيما جندت الميليشيا الحوثي 800 طفل في محافظة حجة وتم رز وتوثيق عدد 6700 طفل مجند لا يزالوا مستمرون بالقتال مع الميليشيا فيما قتل 2500 طفل في العمليات العسكرية واصيب عدد 500 طفل وتم اسر 800 طفل في الجبهات المختلفة وعملت الميليشيا الحوثية بواتيرة عالية على استقطاب وتجنيد الاطفال واشراكهم في العمليات العسكرية واستخدمت في سبيل ذلك المدارس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الاعلام ما يؤكد ان الميليشيا الحوثية اكبر منتهك لحقوق الطفولة في اليمن